فإذن طب شو اللي بيثبتلنا أحبائي قيامة يسوع المسيح ولما بولوس بيكتب أنه ظهر لخمسمائة شخص أغلبهم باقي إلى الآن هل في أي شخص راح استجوب لأنه قال أغلبهم مازال حي راح استجوب وسأل كل هؤلاء الشهود الأغلبية الصاحقة بحسب تاريخ الكنيسة قتلوا استشهادا من أجل يسوع أو يعقل كل هذه الناس تموت وتستشهد من أجل تزييف طب واحد واثنين وعشرين وخمسين ممكن يزيفه أيعقل أنه مئات وآلاف يزيفه الحقيقة شيء آخر أنه أكبر دليل لصحة الكتاب المقدس لأنه لا يوجد أي دليل آخر تحت التاريخ في الشهادات والوثائق التاريخية من الكتاب ومن خارج الكتاب زي الكتاب المقدس قوعك حد يخدعك يجي وقولك طب كيف نصدق أو ما نصدق خليني روحوا يأكلوا بيتسا لأنه بصراحة كل الوثائق موجودة بالكتاب المقدس وكل اكتشاف يكتشف عن الكتاب يثبت ويزيد من صحة الكتاب المقدس ليس أنه الأسد يحتاج أن يدافع عن نفسه أحبائي ولكن للأسف لأنه في ناس متشككين بيأخدوا كلمة من هون هون وبحاولوا يحرفوها موسى اللي اختبر مجد الله على جبل سيناء وجه كان يلمع إليه على نفس الجبل جبل حريب الله اتكلم معاه يعني لم يكن لا في الريح ولا في الزلزلة ولا في النار ولكن بصوت يعني في صوت منخفض خفيف اقرأ هذه الحادثة ملوك الأول إصحاح 19 أعظم شخصيتين في تاريخ اليهود ثم بطرس يحنى ويعقوب كله شهدوا عن نفس الشهادة إن السحابة النيرة التي ظللتهم حب المنظر بطرس قالوا خلينا نصنع ثلاث خيام الموضوع جميل جدا لكن هذا الاختبار لا لا نزله للوادي وأول شيء شفوه بالوادي ولد مليان شياطين بيدخل النار والماء وبجرح نفسه يعني مبهد الحال وأهله الرب يسوع أخرج هذا الشيطان فإذا أحباء كل هذه الدلائل بتدل على حضور على مجد ابن الله برهان على أنه فعلا المسيح وهو الإله تغيرت الهيئة تخيير من الخارج اللي انعكس من الداخل من الداخل أظهر مجده وشافه مجد يسوع المسيح عندما صار إنسانا يمكن وضع المجد جانبا لفترة زمنية معينة ولكن في يحنى 17 قال مجدني بالمجد الذي كان ليه عندك قبل كون العالم في يحنى 12 مكتوب مجد وأمجد كل هذه الشهادات شهادة الآب شهادة موسائلية يعقوب يحنب كله ثم أحباء الشخص اللي اتجلى يسوع الكامل بلا خطيح حاشة حاشة إنه الطاهر يكون أي شيء فيه تزويف هنا نرى الملك بحسب متى الملك ملك البر في مجده منشوف مجد شخصه مجد ملكوته مجد طبيعته مجد لاهوته مجد حتى خضوعه لخطة الآب للذهاب إلى أرشليم حتى إليه وموسى كان يشجعوه لتتميم الفداء والخلاص الموعود به بحسب العهد مجد قوته من يستطيع أن ينظر إلى يسوع في هذه الحالة فإذن أحبائي على جبل التجلي أظهر يسوع ألوهيته أظهرت خطة الله للفداء أهمية الصلب صلب يسوع المسيح ثم أظهر تفوق المسيح تفوق المسيح على موسى وعلى إليه اختفوا وبقى يسوع المسيح وهذا هو تعبير عن تيست مضاق للمجد الآتي الحال اللي إحنا رح نكون عليها كأولاد الله وهي صورة باهتة لمن سنكون عليه سيغير جسد أو شكل جسد طواضعنا ليكون على صورة جسد مجده نكون مثل يسوع المسيح هذا الحدث اللي كتب عنه بطرس حتى يحارب البدع المزيفة والمتشككين أيضا بصلي أنه كانت هاي الرسالة فعلا مهمة لحياتك اشتركوا في القناة